أكدت وزارة الصحة أمس عن إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور دلتا المعروف باسم المتحور الهندي من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني وتعمل وزارة الصحة بكل طاقاتها بإجراء الفحصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب الدكتور عبدالله بهبهاني طبيب الصحة الوقائية صبحك الله بخير دكتور صبحك الله بالنور أخوي عبدالرضى واختي مونية واشكركم حقيقة على استضافتي في برنامجكم الناجح شكر لك حياك الله دكتور اليوم سنتكلم عن حديث الساعة اللي هو المتحور الهندي دلتا فإليك تعطينا نبذة وتعرفنا أكثر على هذا الفيروس نعم طبعا هذا التحور ممكن مويديد ظهر أو تم رصده في الهند من شهر 12 الماضي لكن طبعا انفجار الوضع الوبائي بالهند كان مؤخرا يمكن من شهر أو شهرين صحيح اللي صارت الارتفاع والتضخم الكبير في الحالات طبعا حاليا انتقل إلى أكثر من 60 دولة ويبدو أنه لديه قدرة أكبر على الانتشار وأيضا على التسيد بحيث أنه يضغى على بقية السلالات الأخرى من الفيروس يمكن كتسمية الآن منظمة الصحة العالمية لا تريد عمل وصمة للدول وهذه طبعا نظام التسمية اللي قاعد يشير عندهم طبعا ليس وليد فيروس كورونا وأنه حتى من السابق فيمكن مؤخرا يمكن ابتدعت نظام يديد وهو نظام التسمية عن طريق الحروف الأبجدية الأغريقية ألفا بيتا ثيتا دلتا فهذا الآن أخذ له طبعا تسمية دلتا يمكن هذا الحين نحاول أن نركز على التسمية هذه يعني هدفا لترسيخها طبعا يتميز هذا الفيروس أو هذه السلالة هي سلالة فرعية من سلالات B ون 617 وهي نوع 2 كان فيه بالهند نوع ون ونوع ثري لكن هذا طاقة عليها تميز بوجود أكثر من طفرة حتى البعض سماه بالتحور الهجين أو التحور المزدوج لإحتواء على أكثر من طفرة في البروتين الشوكي وكل طفرة لها خاصية معينة زادت من خصائص الفيروس قدرتها على الانتشار قدرتها على التخفي وقدرتها على تحقيق الأعراض الشديدة يمكن أبرزها الطفرات طفرة D616Q التي طبعا تزيد من عملية التصاق البروتين والنتوء الشائك للفيروس بسطح الخلية واختراقها أيضا عندنا الطفرة الأخرى اللي هي B681R اللي هي طبعا تزيد من الانتشار داخل الخلايا والطفرة ثالثة طبعا اللي هي 452R اللي نفس التحور اللي بكاليفورنيا هذه الطفرات كلها مو يديدة لكن القلق هو أنها اجتمعت في سلالة وحدة مثل ما صار بالمتحول إنزين الدكتور هذا الكلام اللي حضرتك وتوى ذكرته هل هذا اللي يسمونه التخطيط الجيني اللي قاعدة تقوم في وزارة الصحة؟ أو شنو هذا بالضبع؟ طبعا هذا حتى نكتشف هل يعني وجود هذا التحور أو ظهور حتى التحور قد يكون جديد وغير معروف هنا عملية نسميها المراقبة الجينية جينوميك سيرفيلنس عن طريق إجراء الجينوميك سيكوينسنج أو التحليل التسلسل الجيني هو عبارة عن تحليل يهدف إلى يعني معرفة التكوين الحمض النووي كامل كامل الحمض النووي للفيروس وبالتالي يتم معرفة الطفرات الموجودة وأيضا بالتالي يتم معرفة ما هي الخصائص المحتملة لأي تحور جديد هذه هي ملخصة العملية وأيضا ممكن أن نعرف هل ظهر لنا تحور يديد لم يكن معروفا في السابق أو أن هل وفد لدينا تحور قد يكون منتشر في دولة أخرى بالتالي الحين عندنا قد يكون هناك مخاوف وقلق وعربت عنا منظمة صحة العالمية أن هناك خصائص متحور دلته ولا أريد أن أقول المتحور الهندي سنركز على التسمية هذه متحور دلته مثير للقلق وبالتالي يتم هنا بعض الدول القادمين من السفر أولا طبعا يتم عمل بي سي آر إذا ظهرت موجبة الإيجابية يتم عمل هذا التسلسل الجيني طبعا هذا التحليل مكلف ويعني قد لا يتوفر لدى الكثير من الدول وبالتالي بعض الدول قد يكون وصل لها هذا التحور أو ظهرت لدى تحورات أخرى العرف أنه وصل تقريبا لأكثر من 62 دولة حسب ما عرفوني صحيحة صحيح 62 دولة تقريبا أو أكثر اللي نرصد فيها هذا المتحور الجيني فنعرف مدى الجهود والتعاون بين هذه الدول لمكافحة أو مواجهة هذه المتحور نعم طبعا الآن الدول خاصة الدول المتقدمة تبذل جهود كبيرة اللي نرصد مختلف أنواع السلال خاصة الآن اللي ظهر بالصورة هذا التحول اللي لديه قدرة بالانتشار تقدر أكثر 40% من تحور ألف اللي ظهر في بريطانيا لنذكر من طلع قالوا أن في زيادة في الحالات وقدرة أكبر انتشار هذا الآن يبدو ظهر الآن أنه أكثر قدرة حتى من هذا التحور يبقى هنا التعاون بين الدول أن حينما ترصد مثلا دولة قادم حالة من المتحور الجديد قادمة من السفر يجب أن نتبلغ السلطات الدولة الأخرى وهذا اللي صار في اليابان في اليابان لما يعرف بالطفرة أو بالتحور قامة اللي هو البرازيلي ما كان معروف ترى في البرازيل ما كانوا اكتشفين اكتشفوه في اليابان لدى مسافرين قادمين ببرازيل رئيس اليابان بلغت السلطات البرازيلية أن بأسماء الأشخاص وحتى يتم عمل التقصي الوبائي لمخالطيهم في تلك الدولة هذا أحد الأمور نعم طيب ودنا نسأل عن أعراض هذا المتحور ومثل ما قال الدكتور يفضل أنه لا نسميه هندي هو طبعا سمه هندي لأنه مثل ما تفضلت في نهاية العام كان في الهند انتشر ومثل البرازيل يسمى قامة ألف بيتا قامت دلتا فأبي أعراض هذا المتحور متحور دلتا نعم طبعا الآن يعني في أكثر من يعني دراسة وأيضا نتابع الأخبار التي قاعد تطلع من الهند على رصد الأعراض يبدو أن أعراض الجهاز الهضمي أكثر شيوعا في هذا المتحور مثل شنو يعني أعراض يعني مثلا ألم بالمعدة الغثيان الترجيع وما أقول السهال طبعا هذه موجودة بعضها في التحور أو التحورات الأخرى لكن يبدو أن أيضا السيلان الأن في الاحتقان يعني نفس الأعراض سكثر قوة لكن يبدو أنها موجودة أعراض الجهاز الهضمي بشكل أكبر لكن طبعا بشكل عام كلينيكيا لا يمكن أني أفرق أنا ما يقدر أنا من الأعراض الكلينيكية أقول هذا والله عنده المتحور الهندي لأنه والله عنده صداعه وإسهال أو ما إلى ذلك إحنا طبعا حتى أجزم أن هذا المتحور الهندي تخطيطا طريق الفحص الجينومي طيب دكتور ثوك ذكرت أنه هو سريع الانتشار حتى أسرع من الألفة يعني فهذا يميز يمكن عن بقية سلالات كورونا بسرعة الانتشار فما مدى خطورة هذه السرعة في الانتشار نعم طبعا مثل ما قلت أن هذا طبعا توقع أول شيء من خلال الطفرة الموجودة والأمر الآخر أنه أصبح أكثر شيوعا يعني أكثر حتى في بريطانيا الآن معظم الحالات أصبحت من هذا المتحور وليس من المتحور ألفة وهذا أيضا يمكن قد يكون دليل ثاني على قدرة الانتشار طبعا لما يقولك أنه سريع الانتشار معناته يصيب أكبر عدد أكبر من الناس مثلا لما نذكر أثناء عملنا بالتقصي الوبائي الفيروس الأصلي يمكن كان لما يصاب في شخص بالعائلة مخالطينها داخل منزل يمكن واحد أثنين ينصابون البقية ما ينصابون الآن قاعد لاحظ أن مع التحورات الديدة المصابين داخل العائلة قاعد يصيرون طبعا عددهم أكبر لذلك ندعو أي شخص يعني يعني يشعر بأعراض المرض حتى قبل الله يشخص عن طريق المسحة يعزل نفسه عن أسرته مبكرا يقوم بعمل المسحة يتأكد من خلوة من مرض أو وجوده وهذه التوصيات طبعا قديمة لكن الآن نظرا لسرعة انتشاره يعني يجب أن نتشدد على الالتزام فيها هنا النقطة الثانية أنه ليس فقط أنه ينتشر أكثر حتى قدرته على الإصابة بالأعراض الشديدة وإدخال المستشفى يبدو أنها أكبر وبالتالي هذا الأمر يدعونا أكثر الآن أكثر من أي وقت مضى للتمسك بالإجراءات الاحترازية نعم ذكرت حضرتك دكتور بأنه في بريطانيا أكثر حالات الآن هي من ضمن هذا المتحول ومتحول دلتال فهل ندري أن التطعيم تقريبا ملتزم فيه في بريطانيا ومنتشر بشكل كبير هل هذا معناه بأن التطعيم اللي حاليا ماخذينا الجرعتين هو يستطيع الصمود أمام مثل هذا المتحول الجديد ولا يحتاج الموضوع لعله تعزيز بجرعة ثالثة نعم طبعا إلى الآن حسب بعض الأكثر من طبعا دراسة وقراءات في الأرغام يبدو أن جرعتها من اللقاح فعالة لدرجة كبيرة في التصدي لهذا الفيروس نعرف أن اللقاح هو طبعا يعني يقاوم أو أن يغطي كامل النتوء الشوكي وليس جزء منه فلما تحصل عندي طفرة أو طفرتين أو ثلاث في البروتين الشائك لا يزال اللقاح قادر على يعني العمل مع الأماكن الأخرى لكن هناك قبل فترة قلنا أن في طفرة 4-5-2-R ممكن تعطي الفيروس قدرة على التخف المناعي لكن مو معناته أن اللقاح غير فعال أمامه اللقاح يصير في بريطانيا نعم هناك ارتفاع بالحالات لكن واضح أن الإصابات أكثر بين غير المطعمين وركم مو بس الإصابات عملية دخول المستشفى الآن شخص المطعم ممكن يطعمه هو يصاب بالمرض لكن قد تكون إصابته يعني أقل وطأة وأعراض جدا خفيفة على الأرجح فاللقاح يصير الآن في بريطانيا ممكن أن يأجلون كان عندهم خطة للإفتتاح الكامل في شهر يونيو العودة كاملة للحياة طبيعية ممكن أن يؤجل هذا الأمر وحصل فعلا أن أجله شوي دكتور نعم طبعا هذا الأمر طبعا انتظاره لتطعيم بالبقية لأنه صحيح أن نسبة كبيرة طعمت هذا ما عليها خوف كبير لكن الخوف على النسبة بريطانيا لم يدشو على الجرعة الثالثة للحين لا إلى الآن لم يكن سمعنا أنه في بروتوكول بالذات خلت تكلم على تطعيم فيزر وأكسفود لا يوجد أي توصية بإعطاء جرعة ثالثة إلى الآن طيب دكتور فيروس سريع الانتشار مثل هذا أعراض أكثر للإشغال السريري فيه أكثر وأيضا انتشار فيه أكثر من 62 دولة هل فعلا نحن على إعتاب جائحة جديدة في العالم لا أعتقد نحن في نفس الجائحة في خضم نفس الجائحة لكن ممكن يتسبب هذا المتحور الجديد في ظهور موجات جديدة في بعض الدول يمكن دول كانت في الموجة الثانية وانتهت منها ممكن تدخل على موجة ثالثة أو ما إلى ذلك فقط هذا ممكن قد يسبب موجة جديدة أو ارتفاع غير مسبوق في الحالات لكن أنه جائحة جديدة لا أعتقد نحن في نفس خضم جائحة كوفيد-19 وحتى التسمية هذه خلنا نستبق بعد أي إشعة قادمة بعض ممكن يسميه كوفيد-20 لا مو صحيح حتى هذا الآن المتحور مثل ما هو هو متحور دلتا هو سلالة فرعية من كوفيد-19 إذن السؤال يمكن قبل أن نختم الدكتور لقاء يعطيك ألف عافية على هذه المعلومات بس أنه ماذا بشأن الاحترازات تجاه هذا المتحول الدلتا الجديد هل في شيء ثاني يجب أن نسوي ولا مفروض هل التطعيم فعلا صار ويد أساسي خصوصا في الوقت الحالي مع وجود هذا التحور نعم طبعا بالنسبة الاحترازات العامة لدى الأشخاص وغير المصابين ويجب أن يتلزمون بنفس الإجراءات هذه نذكر فيهم نعم اللي هي طبعا حرص على التباعد الاجتماعي ابتعاد عن التجمعات الكبيرة والاختلاط لبس الكمام المبادرة لأخذ التطعيم وما إلى ذلك هذا تقريبا يعني أيضا نحمي طبعا الأطفال لأنه ممكن هذا التحور يسبب أعراض أكثر شدة للأطفال والأطفال إلى الآن يمكن ما تلقوا التطعيم هذا بشكل عام أهم الاحترازات يبقى هنا قد تكون هناك إجراءات وقائية أكثر يعني أكثر شدة معه من يثبت إصابته بهذا التحور خاصة من القادمة من السفر ممكن يعني أنا لا أدل ما هي الإجراءات لكن ممكن تكون عزل مؤسسي للمخالطين وارد جدا لأننا ما نبيل الآن يتفشى هذا التحور في المجتمع نعم هو الآن قد يكون وافد من الخارج جيد لكن يتمرس دمبكرا عن طريق منافذ الدخول لكن أكيد سيتم التعامل مع المصاب والمخالطين بشكل أكبر ونحن معكم إن شاء الله نعلن أي مستجدد عسك القوة شكرا لوجودك ويانا شكرا للدكتور عبدالله بهبهاني طبيب الصحة الوقائية وهذه داوة طبعا نوجهها للجميع بالالتزام والاستمرار بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والمبادرة كذلك بالتطعيم ومداومة الالتزام بكافة سبل ووسائل الوقاية والحماية الشخصية مشاهدين خلينا ننتقل إلى زميلنا نجيب القحطاني متواجد اليوم في كنترول القسم العلمي لاختبارات الثانوية العامة في مدرسة ابن رشد بمنطقة الفيحة طبعا في البداية نتمنى للطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في هذه الاختبارات ونصبح عليك يا نجيب ترجمة نانسي قنقر